السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة انفوتكفوريو معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو مفيد على قناتنا تطبيقات مايكروسوفت كتير جدا ولو انت ليك حساب على مايكروسوفت هتقدر انك انت تتعامل مع التطبيقات بشكل مجاني من خلال وان درايف لو رحت لحسابك على وان درايف وبصيت على الابليكيشنز الموجودة تقدر تستخدم مايكروسوفت اوفيس 365 بشكل مجاني تماما ومن ضمن التطبيقات اللي ممكن يكون بعضنا مش بيستخدمها كتير تطبيق ممكن تكون يا اما اول مرة هتتعرف عليه النهاردة يا اما سمعت عنه يا اما استخدمته من قبل ولكن في كل الاحوال احنا جايين نتكلم عنه النهاردة وهو تطبيق سوي تطبيق سوي هو تطبيق من التطبيقات المميزة جدا شبه ايه من التطبيقات اللي احنا عارفينها شبه تطبيق باور بوينت طب ايه الفرق ما بينه ما بين الباور بوينت انه هو سهل جدا في الاستخدام اكيد امكانيات الباور بوينت اعلى بكتير ولكن سوي ايضا مميز جدا لانه هو استخدامه بسيط وسهل خصوصا لما تكون عايز توصل الفكرة بتاعتك مش بشكل فورمل اوي يعني عندك ستوري تيلنج الحاجة معينة عايز تحكي فيها وحتبتدي تحط كل اللي انت عايز تقوله من خلال ويبيج هتبتدي ان انت تشيرها مع الاصدقاء او تشيرها مع الناس المهتمة بالحاجة اللي انت هتشيرها معهم هتروح على الرابط الموجود في الوصفة اسفل الفيديو وحيفتح معاك الواجهة اللي قدامنا وهي Welcome to Sway زي ما احنا شايفين Sway فيه تيمبلتس كتيرة جدا تقدر انك انت تستخدمها تعال كده نبص على تيمبلت من موجودة جوه Sway فهنا مثلا Start from a template ممكن على سبيل المثال هنا حدوس على Business Presentation زي ما احنا شايفين Microsoft Sway هو تطبيق من Microsoft ومن خلال التيمبلت دي تبتدي تعمل Editing يعني هتخش هنا تدوس على Start Editing with Sway وتبتدي ان انت تشتغل عليه عن طريق Edit بمنتهى البسطة هنا دي الصورة اللي ظهرت معايا في الاول اقدر ان انا اغير الصورة اي وقت انا عايزي هنا ممكن تبتدي Text Card تغير التكست كارد بتاعك هسيبه زي ما هو هنا Image Card ممكن تحط Caption جنب ال Image Z وهنا ممكن انت تعمل Delete صورة تانية ممكن تحط Logo ممكن تحط Background تاني زي ما انت عايز وحاجات تانية كتير من خلال Edit انا نهاردة هبتدي اشتغل معاك From Scratch مش من خلال التمبلت ده ال Story Line اللي انت بتكتب من خلاله وده ال Design اللي هو الشكل النهائي ده الشكل اللي في الاخر خالص بيطلع لك وهنا في ال Story Line تقدر انك انت تحط اللي انت عايزه تبتدي ان انت تغير في Text Card بتاعك تغير في Background تكتب تشيل حاجات دي وتحط مكانها حاجات تانية دي تمبلت جهزة فانت بتشيل وتحط اوكي اللي النهاردة جاي اركز عليه مش التمبلت الجهزة انا جاي اركز على ان انت عندك Already Document وعايز ال Document دي فيها افكار انت كتبها على Word مثلا والحاجة دي تبتدي ان انت تحولها باستخدام تطبيق Sway لحاجة تقدر تشاركها مع الاخرين ممكن كمان لو انت رفت الاول عملت Start From Topic تقدر انك انت تدخل ال Topic وتبتدي تCreate Outline لل Topic ال Topic هيساعدك ان انت تبتدي ازاي لكن زي ما قلتلك انا جاي النهاردة Start From A Document على فكرة هو استخدامه سهل ما فوش حاجة اصلا وهنا هبتدي انا عندي Document مثلا ال Document ده عبارة عن Marketing Plan Educational YouTube Plan كنت عاملاها وعايز اشاركها مع الاخرين بس مش عايز اشاركها في شكل ال Document المعتاد عايز اشاركها بشكل اكثر جاذبية في الحالة دي تحولهولي للشكل ده لو رحنا للديزاين هنلاقي ده الديزاين اللي هو عملهولي السمي الماركتنج بلان بتاعتي لنقط زي ما احنا شايفين اهو واحدين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة بروح هنا في ال Storyline ابتدي ان انا اغير بقى فهنا ممكن اروح للباكجراوند مثلا وابتدي ادور في Sources على صورة لها علاقة بالماركتنج بلان فور Educational YouTube Channel ممكن مثلا ابتدي ان انا اقول ممكن ابتدي اختار الصورة دي احطها هنا احطها drag and drop هنا ممكن كمان احط image تانية لو انا عايزة ممكن احط image تانية لو انا عايزة image تالتة و image ربعة و image خمسة تعالوا كده نحط اي image يعني انا مش في بالي حاجة معينة احط image دي يعني انت بقى بتحط الصور المناسبة لي الحاجة بتاعي فيه في الكرياتف هو بيفتحلك على الكرياتف كمانز اونلي اللي هي الحاجات اللي معلاهاش copyright انا ممكن هنا اروح في all و ممكن ابتدي ان انا insert و insert ده ممكن انا اعمل insert لي الحاجة اللي انا عايزاها و ممكن اروح هنا ل drag and image here واروح ل suggested وابتدي ان انا ارفع صورة من flacker ping images youtube my device من جهازي انا الشخصي ممكن اروح ل flacker مثلا واقول له هنا youtube ممكن من bing كمان اشوف لو في صور من bing اخدها احطها وهكذا طبعا ايه انت حسب related لكل topic يعني انت مش هتيجي تحط اي صور انا هنا بس بوريك انت بتعمل ايه او بتجيب منين فلازم تكون واخد بالك انت بتحط ده فين وبتعمل بي ايه فانا بس بوريك الدنيا ماشية ازاي هنا في كل نقطة بدل ما تقعد تكتب هو موجود في ال document وهيحط لك كل section لوحده وانت بتحط drag and drop الصور والموضوع بيكون سهل جدا بتقفل هنا زي ما احنا شايفين وتقدر مثلا لو انت واقف في الجزء ده تحدد الجزء ده زي ما انت عايز تقدر تزبط ال heading لو حاجة عايز تعملها numbers عايز تحط link في حاجة معينة يعني ممكن اجي هنا مثلا عند وابتدي ان انا احط link وهنا display tickets وهنا احط link واللينك ده بيكون بيودي على حتة معينة في section عايزة اشيله بعمله delete من هنا بعمل edit بسيط جدا وسهل في ال section اللي انا عايزاه هاقف على section وابتدي اعمل edit بعد بقى ما خلصت خالص هبتدي ان انا اعمل play بالمنظر ده كده هيبتدي اهو يستعرض لي الموضوع اللي انا يعني عامله او يعني شغال عليه زي ما احنا شايفين اهو بالمنظر اللي احنا شايفينه ده شكله حلو وجميل وكأنه page مميزة فيها صور حلوة كل اللي عليك ان انت بتروح تشارك link مع الاخرين وحواليك ازاي link بتشاركه دلوقتي بمنتهى البساطة كل drag and drop صور الصورس بساعتها مجانية موجودة على flicker موجودة حتى على جهازك وحتى الموجودة بيجيبها لك من غير حقوق ملكية علشان خاطر لو انت هتعرضها على منصة تجارية بشكل او باخر تقدر انك انت تعرضها من غير ادنى مشكلة زي ما احنا شايفين الشكل حلو جدا ومرتب ومنظم جدا بعد كده بتروح تعمل share وتاخد link بالمنظر ده كمان تعمل view الشخص بس يبص عليه او edit يعني الشخص يعمل edit عليه او view بس يشوفه وget visual link ممكن تشيره على الفيسبوك ممكن تشيره على تويتر ممكن تشيره على linkedin وكمان في embed code لو انت عايز تاخد الكود تحطه جوا الويبسايت وفي هنا more options لو انت عايز password علشان الشخص او حاطة password علشان يبقى الشخص اللي معاه فقط الpassword يقدر ان هو يشاهد او يعمل edit فالحتة دي مهمة بالنسبة للجزء المتعلق بالsetting ده بالنسبة للجزء ده تقدر تعمل edit مرة تانية وهنا تقدر تتحكم فيه الsetting في change layout يعني ممكن تغير layout او بالمنظر ده ممكن تغير الشكل ده انت هنا بتتحكم في layout قبل ما تشير طبعا جاي متحكم في layout انا عاجبني اول واحد اللي هو default هنا التلات نقطة دول موجود فيهم ان انت تسايفه as template او تطبعه او export وهنا تقدر انك انت تشوز الفورمات اللي انت عايز تعمل export بي word او bdf ومسلا انا ممكن اعمله export كbdf ممكن كمان ابعته بالايميل لو انا حبق فالشخص اللي معايا اللينك حيبتدي انه هو يشوف الشكل ده ده بمنتهى البساطة موضوعنا النهاردة كل انت محتاجه ان انت تعمل account مجاني على مايكروسوفت هتستفيد من تطبيقات مايكروسوفت 365 وكمان ايضا من التطبيقات الاخرى اللي منها تطبيق النهاردة زي ان بقولك نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنت من متابعينا الاعزاء متنساش لايك وشيرو الكومنت اشوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة